إحنا إزاي قدرنا من خلال التصنيع نواجه شبح زيادة الأسعار إحنا إزاي تقدمنا فكرة التصنيع عشان ما دخلش فكرة الأسعار الغالية قوي اللي أنا بقابلها دلوقتي خلينا الأول نقول إن المعرض كان سبب من ضمن الأسباب اللي حطتنا في حتة التصنيع المحلي اللي بقيت النهاردة بتنافس منتجات عالمية في بعض المصانع كانت يعني في السنين اللي فاتت ما كانش ليهم يعني خطوة زي اللي وصلنا ليها النهاردة كان زمان يعني عندنا مثلا نوعين إقلام بس أو تلات إقلام هما اللي كلنا تربنا عليهم النهاردة بقى فيه كمية نوعيات من الإقلام بتتصنع في مصر بسبب إن المنافسة بقت ما بين إن المستورة بقى غالي فبالتالي بقى يطلع منتجات مصرية عالية الجودة لدرجة إن بقت تنافس حاجات عالمية وأسماء كبيرة من المنتجات دي حاجة من ضمن الحاجات اللي المعرض برضو كان سبب فيها طب قدر يعمل عملية الموزنة ما بين الخمى الكويسة الصحر المعقول طبعا 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 يعني النهاردة بقى فيه نوعيات من الإقلام الأساتيك الشنط المدارس بقى حتة المركة العالمية بقى النهاردة فيه منتجات مصرية بتنافس الكلام ده ودي حاجة من ضمن الحاجات برضو اللي المعرض بيقدمها لإنه هو ما كانش ظاهر ابتدى المعرض مع الجمهور مع الناس لإن المعرض الناس بتستنى من السنة للسنة لإنه بيكون يوم فصحة ما بين الأسرة كلها ما بين إنه هم بيخشوا المعرض فرحة فرحة غير عادية الناس بتستناها وفي نفس الوقت التشكيلي اللي موجود غير المنافسة بتاعة المنتجات المستوردة مع المصري فبيخش المصنع المصري بيخش المعرض وبيشوف حاجات بيعمل حسابها السنة اللي بعدها علشان كده بيحصل إنه كل سنة بتبقى أحسن من السنة اللي قبلها التطور في الصناعة المصرية اللي بتخص الأدوات الكتابية سواء الكشكول إحنا كنا مثلاً في سنة من السنين المعرض كان بيتعمل بيبقى 80% منه مستورد و20% مصري النهاردة بقى الكشكول والكراس 100% مصري الألم الإقلام الجاف النهاردة فيه مصانع مصرية محترمة بتعمل ألم جاف بقى الطالب بيطلبه بالإسم يعني بقى يتحتب السابليليست بتاعة المدارس بقى تطلب الألم ده لإنه بيبقى عالي الجودة مناسب مع الناس كسعر لإنه طبعاً المستورد بقى سعره في حتة تانية خالص في قطاع الشنط مثلاً زي ما الأستاذة تفضلت وقالت إن بقت فيه النهاردة مصانع مصرية بتعمل شنطة عالية الجودة بتوازي المستورد